بعنوان مطرقة العجزة ونفاث السيولة وسندان أعباء المقترحات الشعبية جاء التقرير الاقتصادي لمركز مسارات للدراسات والبحوث حيث شخص مكامن الخلل الذي أدى إلى تهاو الوضع المالي في البلاد التقرير أرجع أيضا أسباب الأزمة إلى فشل إدارة الفوائد المالية وعدم القدرة على التعاطي مع العجز المالي فضلا عن سير الحكومة ومجلس الأمة عكس الاتجاه في الأزمة الاقتصادية السير عكس الاتجاه كان هو العنوان الحقيقي لتعامل الحكومة ومجلس الأمة مع مالية الدولة حيث فشلت الحكومة المتعاقبة في إدارة وتوظيف الفوائد المالية الضخمة التي قاربت المائة مليار دينار على مدار خمس عشرة سنة بتضخم المصرفات وفاتورة البذخ الحكومية من بدلات وامتيازات وضيافة وصفرات في المقابل لم تتوقف المقترحات الشعبية لمجلس الأمة لاستنزاف الفوائد من مطالبات بكوادر ومزايا مالية وإسقاط القرود وعندما وصلت الكويت إلى مرحلة العجز المالي من سبع سنوات والتي بلغت أربعين مليار دينار فضلا عن السحب من صندوق الأجيال القادمة والمهدد بالنفاذ بعد سنوات فشلت الحكومة مجددا في إدارة ملف العجز أو ترشيد الإنفاق ولم تتوقف في الوقت نفسه المطالبات والاقتراحات الشعبية لمجلس الأمة حاليا الكويت عني من عجز في الميزانية يقترب من 14 مليار دينار ونفاذ وشيك للسيولة وخفض تصنيف الاعتمانية في تهديد مباشر لقيمة الدنار العملة الأقوى في العالم ولم تستطع الحكومة تقديم رؤية لمواجهة تلك الأخطار سوى بحزمة إجراءات مرفوضة شعبيا وهي اقتراض 20 مليار دينار من البنوك المحلية والأجنبية إعادة ترشيد الدعوم فرض ضرائب وقف المزايا المالية تخفيض 20% من الميزانية في المقابل مجلس الأمة رفع اللاءات الشهيرة لا لقانون الدين العام لا لفرض الضرائب لا للمساس بالدعوم فضلا عن تقديم عدد ضخم من الاقتراحات الشعبية ذات الأعباء المالية بزيادة الرواتب وزيادة علاوة الأولاد وزيادة بدل الإيجار وإسقاط القرود هذا الصراع الحكومي النيابي الذي يستنزف الاقتصاد الوطني يأتي وسط بحر من قضايا الفساد الكبرى التي طالت مليارات من المال العام بالترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر